بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو نستعرض عليكم كيفية مراقبة استهلاك النظام من موارد الجهاز من خلال علبة النظام أو من خلال علبة الرموز الخفية أو من خلال شريط المهام بدون استخدام أي أدوات خارجية بمعنى أن من خلال شريط المهام أو من علبة النظام هتقدر أنك تتابع استهلاك الجهاز عندك من الرمات من المعالج من كارت الشاشة ومن الإنترنت بدون استخدام أي أدوات خارجية كان في السابق فيه العديد من الأدوات الخارجية كنا بنستخدمها من خلالها بتقدر أنك تتابع استهلاك الجهاز عندك من الرمات من المعالج وغيره ولكن معظم هذه الأدوات أصبحت لا تعمل بالنسبة لوندوز 11 بعد تحديث مارس 2023 وحتى لو أنها تعمل فما فيش داعي لاستخدم أي أدوات خارجية مادم فيه طريقة بسيطة جدا نقدر نستخدمها على ويندوز 10 أو ويندوز 11 بدون أي برامج نقدر من خلالها نتابع أداء الجهاز أو نراقب استهلاك النظام من مارد الجهاز عندنا السي بيو والرمات ووحدة التخزين والإنترنت ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش من دعم لهذا الفيديو بلايك ثم بعد ذلك هتفتح مدير المهام بالتوجه إلى مدير المهام كليك يمين على قام ستارت بعد ذلك هتفتح مدير المهام زي ما انتم شايفين كده بالنسبة لمدير المهام لما بتفتحه بيكون عندك القدرة أنك تتابع استهلاك مارد الجهاز عندك بالنسبة لسي بيو للممري والوحدة التخزين الديسك والإنترنت ولكن دون الحاجة إلى فتح مدير المهام تقدر أنك تظهر بيانات الاستهلاك دي عن طريق بطاقة من خلال علبة النظام أو من خلال شريط المهام بالتوجه إلى إعدادات شريط المهام ما تضغط عليها بعد ذلك هتنزل حاجة بسيطة وتعلم على هذا الخيار هايد وين ميني ميزد الإخفاء عندما أكون بتصغيره بمعنى أنك لو عملت تصغير إلى مدير المهام هيختفي من على شريط المهام ولكن من خلال علبة النظام هتقدر أو هكون في عندك بطاقة تقدر تتابع من خلالها استهلاك الجهاز أو استهلاك النظام عندك من الموارد ولكن عند عادة التشغيل هذه البطاقة هتختفي وهتحتاج أنك تفتح المدير المهام وتعمله تصغير عشان تظهر تاني أو لو أنك قفلت مدير المهام فهيتم إغلاق هذه البطاقة دلوقتي عشان نظر هزيد بطاقة بشكل دائم على الجهاز عندنا سواء أنك قفلت الكمبيوتر أو عملت عادة تشغيل بشكل دائم تقدر أنك تظهر البطاقة دي هنا سواء على شريط المهام أو في علبة رموز الخفية أولا من مدير المهام يجب أنك تسيب خيار الإخفاء عندما أكون بتصغيره معلم عليه يجب هذا الخيار يكون معلم عليه بعد ذلك من قائمة إبداء هتفتح النوت باد ولو تطبيق النوت باد ميزار معك هنا في قائمة إبداء فمن All App هتبتدي أنك تبحث عنه تمام كده النوت باد هتضغط عليه تفتحه بعد ذلك هنا في ملف النوت باد ده هنكتب هذا الأمر Start مسافة slash mean مسافة taskmgr بعد ذلك من File هتضغط على Save As حفظ باسم بعد ذلك من جزء التنقل على اليسار هتضغط على الـ ZSBC بعد ذلك هتفتح كرس النظام عندك كرس الـ C ثم من الأعلى هتضغط على New Folder لإنشاء فولدر جديد هذا الفولدر الجديد هنسميه taskmgr بعد ذلك هتفتحه أو هتضغط على المجلد اللي باللون الأصفر وتفتحه ضبل كريك عليه بعد ذلك Save As Type هتخليها All File بعد ذلك هنا في اسم الملف هتسميه taskmgr.bat ثم بعد ذلك Save كده هيتم حفظ الملف النصي بتاعنا ده داخل كرس النظام عندنا بعد ذلك من تطبيق البحثة عندنا هنفتح برنامج جدولة المهام Task Shedler تمام كده Task Shedler هتضغط عليه تفتحه بعد ذلك من هنا على اليمين هنضغط على هذا الخيار Create Basic Task هنبتدي نسمي هذه المهمة taskmgr بعد ذلك Next ومن هنا هنحدد الخيار قبل الأخير When I log on عندما أكون بتسجيل الدخول ثم بعد ذلك Next بعد ذلك هنا في الصفحة دي هنسيبه على الخيار Start a program ثم Next بعد ذلك هنضغط هنا على لتوجه إلى كرس النظام عندنا وتحديد الملف النصي اللي احنا انشأناه أو الملف القابل للتنفيذ هتضغط على ثم هتفتح كرس الويندوز عندك بعد ذلك هتبحث عن المجلد اللي احنا انشأناه ال taskmgr هتفتحه وبداخله هتلاقي الملف النصي القابل للتنفيذ اللي احنا انشأناه ال taskmgr هتحدده وبن ثم بعد ذلك Next و Finish بعد ذلك من على الشمال هتضغط على المجلد رقم اتنين ثم بعد ذلك من هنا هتنزل الى الاسفل وتبحث عن المهمة اللي احنا انشأناها زي ما انتم شايفين كده هذه هي المهمة اللي احنا انشأناها taskmgr double click عليها بعد ذلك من صفحة general من هنا هتبتدي انك تنزل وتحدد له اخر خيار ثم من هنا من تبويب Configure هتضغط عليها وتحدد له ويندوز عشرة سواء كنت بتسادم ويندوز حداشر او بتسادم ويندوز عشرة فهتحدد الخيار المتاح ويندوز عشرة بعد ذلك اوكي وده كده كل المطلوب فقط عشان يتم اجراء التغيرات هنعمل اعادة تشغيل الجهاز بتاعنا وفي العودة من اعادة التشغيل بكل بساطة ستجد عندك في علبة الرموز بطاقة جديدة خاصة بمدير المهام من خلالها تقدر انك تتابع استهلاك النظام من الموارد بشكل دائم وتقدر طبعا انك تعملها سحب وافلات على شريط المهام بحيث انها تكون موجودة معاك على شريط المهام بشكل دائم مجرد المرور عليها هتظهر معاك استهلاك النظام من الموارد والموارد والموارد والديسك والنيتورك وبكده بكل بساطة نكون استعرضنا عليكم دون استعدام اي برامج كيفية متابعة استهلاك النظام من الموارد من خلال شريط المهام بكل بساطة نتمنى لو ان كان هذا الشرح مفيد يكون في لايك لهذا الفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته